في التوقيت الحساس تغيرت موازين القوى السياسية في إيران فوقفت محاولات إنعاش الصفقة النووية على خط الترقب لم تتأخر تصريحات الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي في هذا الشأن فقد شدد الرجل مبكراً على أنه لا رغبة لديه في لقاء يجمعه بالرئيس الأمريكي جو بايدن وأكد أن سياسة إيران في عهده لن تبدأ من الاتفاق النووي ولن تنتهي عنده لقد أظهر شعبنا أنه يقاوم الضغوط المختلفة ويجب أن يعلموا أن السياسة الخارجية لإدارتنا لا تبدأ بخطة العمل الشاملة ولن تقتصر عليها أيضاً سننظر إلى التفاعل مع العالم على أنه تفاعل واسع ومتوازن بالسياسة الخارجية أشار رئيس أيضاً إلى دعمه لاستمرار ما وصفها بالمفاوضات غير الاستنزافية مشترطاً قبل ذلك تحقيق المطالب الإيرانية وعلى رأسها رفع كل العقوبات المفروضة على طهران كما دعا واشنطن إلى إعادة النظر في سياسة الضغط التي تمارسها تجاه إيران معتبراً أنها فشلت في تحقيق أهدافها ولم يفوته أن يتهم الأوربيين بالفشل في الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق النووي على حد تعبيره واستترق بالمحير لما ستمضي نحوه الأمور في عهد رئيسي صرحت الخارجية الإيرانية بأنها لا تستبعد أن تكون الجولة المقبلة من مباحثات فيينا هي الأخيرة واعتبرت أن المرحلة تقتضي اتخاذ قرارات سياسية أكثر من الحاجة إلى التفاوض فيما اعتبر عباس عراقجي كبير المفاوضين الإيرانيين قبل ذلك أن أطراف المباحثات باتت على مسافة قصيرة من الاتفاق ثم أعلن بعدها عن تعليق المفاوضات وانصراف الوفود إلى عواصمها لاتخاذ القرار وليس للتشاور فحسب لم تضرب إيران موعدا محددا لاستئناف المفاوضات فحذر مسؤولون أمريكيون وأوروبيون من أنها لا يمكن أن تستمر إلى الأبد وأن الوقت ليس في صالح أحد ثمت في كل الأحوال أسابيع معدودة متبقية قبل تولي الحكومة الإيرانية الجديدة السلطة تبقى الأنظار موجهة لما يمكن أن يحدث خلالها